بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الجديد من مجلس النواب عشرين وواحد وعشرين كل واحد من الشعب عنده أحلام وعنده طموحات وتلاقي كل اللي بيتكلم دلوقتي بيتكلم عن الأكل والشرب وإيه اللي هيزيد وإيه اللي هيقل وإيه اللي هيغلى إيه الأسعار كمان إيه قانون شهر العقاري الجديد قانون شهر العقاري الجديد ناس تكلموا عنه الفترة اللي فاتت وكان هو الترند وهو حدث الساعة من هنا من هنا طلع القانون وطلعت الحكومة المصرية وهتبتدي تقره ابتدت تجرب وتجس نبض الشعب نبض الجماهير طلع وتكلم ومن هنا طلع رئيسنا الحمد لله سيد رئيس عبد الفتاح السيسي طلع وقف العمل به الحين تعديله أعادوا تاني لمجلس النواب ومن هنا منقول وبنحب نبشر كل الشعب المصري بإن مجلس النواب بيناقش الآن التعديلات على المقدمة لإنهاء وإقرار القانون بشكل نهائي طيب رسالة لمجلس النواب من البرنامج بتاعنا بنقوله يا مجلس محترم يا مجلس تم اختيارك من الشعب نوجه له رسالة بإنه هو يكون أقصر حرصا على الشعب أكتر من كده إحنا نفسنا في الخير كله لبلدنا كلنا لازم نبقى إيد واحدة شعب ومجلس وحكومة ورئيس فتخيل أربع أربع أماكن وأربع قوة دي مراكز القوة دلوقتي ننسى خالص كلمة مراكز القوة اللي بنسمعها زمان لا دي مراكز القوة بتاعتد أي دولة متقدمة شعبها والمسؤولين أو المختارين من قبل الشعب ألا وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحكومة بلدها وزراءها ومحافظيها ومسؤوليها ثم على رأس هذه المراكز رئيس الدفة ورئيس المركب ورئيس المكان ورئيس الموقع ورئيس العمل اللي بينزل بإيده وبينزل برجله وبينزل يشتغل تقريبا زي ما قلنا يمكن تقريبا ما بينمش لكن ليه نقعد نسأل نفسنا كل مرة في بعض القوانين اللي ما بيتمش تفكير فيها أكتر وبيتم طرحها قبل أن تدرس بعناية عايزين دراسها بعناية أكتر من كده حتى لو فيه دراسة موجودة ودراسة سابقة يبقى فيه دراسة أكتر من كده للشرع المصري الشرع المصري في حالة غليان ولكن قام السيد الرئيس بإطفاء هذا الغليان وإخماد هذه هذه الكلمات المتناسرة التي ليست بحق طبعا إحنا ممكن يطلع لنا حد يتعبنا ويطلع يقول ويتكلم ويقول إن في قوة خارجية وفي أيدي خفية وفي حاجات كتير جدا لا إحنا كلنا كشعب عارفين إن إحنا كن لازم نقف مع الدولة أكتر من كده حتى لو من جبنا حتى لو بقلوبنا حتى لو بقدينا ننزل برجلنا وننزل نشتغل لازم نعمل كده وكل واحد فينا بيحب البلد كل واحد بيحب البلد إلا من رحم أو من لم يرحم ربي اللي بيحب البلد ده هو اللي ربنا يرحمه إن ده وطنك ده طراب وطنك ده شعبك إحنا بنقدر نقول من هنا لما بنجد نتكلم على قانون الشهر العقري ونقدر نبشر الناس وزي ما ناس كتير عرفت إن القانون تم إحالته لمجلس النواب ومجلس النواب بيعد بقرار وبيعد قرار القانون بشكل كامل فإحنا نقدر نقول إن تم تأجيله ليناير 2022 يعني بنتكلم في سنة طيب حل خلال السنة دي خلال السنة هنطلع بقانون جديد هنطلع بقانون يرضي جميع الأطراف إحنا عارفين إن ما فيش حاجة بترضي الشعب أو ترضي الحكومة معنا ما فيش حاجة في الدنيا كده ما فيش أنا كواحد من الشعب نفسي الدنيا تبقى أهدى والأسعار تبقى أهدى والحياة تبقى إنما لما هدخل وعد على كرسي المسئولية هبصة هلاقي قدامي مشاكل كتير وأسعار وحاجات وفيه إرادات إن قام لوحده أو تقام لوحده والدخل حاجة والخارج حاجة الاستراض والتصدير حاجة دنيا وقفة مشاكل كورونا حاجات كتير جدا ممكن تساعد على مشكلة تانية أخرى يبقى إحنا من دلوقتي بنوجه رسالة لمجلس النواب وبالأخص إلى السيد النائب أشرف رشاد السيد النائب أشرف رشاد ابتدعى وجهز لأنه رئيس الكتلة البرنابنية الحزب أستاذ بالوطن اللي هو يملك أكثر عدد من الأصوات والمقاعد في مجلس النواب المصري اتكلم اتكلمه أو المجلس اتكلم أنه يخفض الضريبة من 2.5% الـ 1% حاجة يشكروا عليها طبعا أي حد في صالح وينحاز للشعب المصري إحنا من هنا هنقدر نقوله بارك الله فيك ولكن ولكن بنحط 50 خط تحت ولكن لما هنيجي نتكلم إن تم إقرار أو تم وضع قانون ليه للشهر العقاري طبما احنا هنيجي نبص نلاقي مشاكل تانية كتير مشاكل مرتبطة أيضا بالمستجدات على الشعب المصري هنبص هنلاقي مجلس الشعب بيتكلم في إقرار علم الزوجة الثانية الزوجة الأولى بزواج زوجها من الزوجة الثانية هنيجي نبص نلاقي بعض المشاكل المطروحة على مجلس الشعب بيتم إصارتها وبالبالتها إعلاميا ومن هنا لازم نتكلم إعلاميا إزاي ما هنسبش كل حاجة وتوصل للشعب وتوصل للجمهور وتوصل لودنه عن طريق السوشيال ميديا السوشيال ميديا أنا قاعد دلوقتي ماسك الموبايل لو عندي مئة ألف واحد متابعين ليه فولورزلية ومتابعين هاهم كاتب معلومة مغلوطة تبتدي تنتشر كالنار في الهشيم انتشرت كالنار في الهشيم حصلت مشكلة وبالبالة وبقت مشكلة كبيرة جدا على عاطق أنا مش هقوله على عاطق المسؤولين لأن المسؤولين لازم يتحملوا كل المشكلة أعلش انت ربنا اداك منحة ومحنة منحة ان انت بقيت مسؤول عن شعب مصر وبقيت انت حد زو مسؤولية وزو سلطة ولكن هي في الاساس محنة يختبرك بها المولى عز وجل فإما أن تقترب منه أو إما أن تبتعد عنه اقتربت من المولى عز وجل إن لله عباداً كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله عباداً اختصهم بقضاء حوائج الناس وفي نهاية الحديث أولئك هم الآمنون من عذاب الله لا إله إلا الله احنا كلنا عايزين نبقى إيه نبقى آمنون من عذاب الله فربنا اختصك لقضاء حوائج الناس بقيت من المختصين في قضاء حوائج الناس فلازم تتعب ودي رسالة لكل عضو مجلس نواب ما يفرحش بالكرنيه الكرنيه الكرنيه بتاع مجلس النواب يقربك أكتر من الشعب ورسالة وبنحيي كل واحد بيخاف على البلد والله في ناس برضو كتير جدا موجودين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ نفسهم فعلا في الخير للبلد لكن في كل مكان في العالم في الحلو والوحش أنا مقتنع بكتب أنا كمقدم برنامج أنا كدكتور جامعي وكحاجات كتير جدا حاولت وتعبت فيها أنا اللي بقول لكم أهو شفنا في كل مكان الحلو والوحش الكويس والسيء شفنا تفكير الناس بقدر المستطاع في منهم اللي بيخاف على البلد واللي بيخاف على صحة البلد واللي بيخاف على الشعب الغلبان على الناس اللي بتنزل وتقدر تروح مكان زي الشهر العقاري وتروح فيه ناس تعبانة فيه ناس أصلا مسدق أنه هو قدر يجيب فلوس التصالح قدر يجيب فلوس يدفعها علشان خطر بيته ولا شايته ما تتهدش ده بيبقى خلاص بيبقى يعني ممكن يكفر بالنعمة يعني تخيل لو جات له نعمة ممكن يكفر بيها يبقى إحنا دورنا إيه؟ دورنا توعاوز دور الإعلام لازم يفهم الناس لازم يفهم الناس أن التسجيل مش جاي علشان جباية أو لم فلوس لا ده لتسديد بعض خانات 1 2 3 4 5 لازم ننزل قانون شامل كل النقاط يقفل كل الصغرات بمعنى أصح ما نقدرش نتكلم على قانون ما يقفلش الصغرات ونسيب للناس هي اللي تقفل الصغرات بمزاجها كل واحد قاعد على السوشيال ميديو يلا باش هشفت اللي بيحصل ده 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 هينزله قانون لشهر العقاري ومش عارف إيه وهيقلبه للناس وهيقلبه الشعب لا ده واحد تاني يطلع أقول لك لا ده مجلس الشعب هو اللي عدها وهو اللي عملها علشان خاطر في حد له مصل ما نسيبش ما نسيبش المكان القيل والقال موجود معروفة إلى قيام الساحة كل الناس هتفضل ويعني ده هول إيه يعني ولا ترضى عنك ده ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول لا تصريف ولا ترضى عنك اليهود ولا نصرح حتى تتبع ملاتهم يعني هي معروفة هي موجودة موجودة في كل حال كلنا كده بكل بكل أطيافنا ودياناتنا إخوات أه لكن مشكلتنا اللسان اللسان يبقى احنا من سيبش اللسان إن هو يتكلم من سيبش اللسان الشعب المصري واختصا شعب المصري كثير الكلام وكثير القيل والقال لكن هما فعلا شعب جميل جدا وشعب بطبعه شعب بطبعه جميل جدا وشعب بطبعه بيحب بيحب يعني زي ما قلنا بيحب النكتة زي ما قلنا بيحب بيحب الكلام الجيد بيحب يدور وبيحب يبحث وبيحب يعمل سرش أكتر لكن لكن احنا من الأول لازم نتابع لازم ننزل القانون بعد كده في أي قانون مش لازم قانون شرقار أي قانون بعد كده احنا تخيلوا ان احنا في حلقة كاملة كنا بنتكلم على ان احنا بنزوفه بشرة ان القانون تم تأجيله قليل احنا بنتكلم ان القانون تم تأجيله طيب هل هنعمل ايه في القوانين اللي جايك بعد كده هنعمل ايه في القوانين اللي جايك بعد كده هنتكلم في ايه لا لازم يكون القانون جاهز وموجود في مجلس الشعب تم درسته قبل ما يتم احالته وياريت القانون يبقى بيتم درسته ما يتمش اقراره مش عايزين بعد كده ان اي قانون يتم اقراره ونقول الناس هتبتدي تنفس به من اول الشاع وهو لسه ما تمش درسته كله واحنا من هنا زي ما قلنا بنرجع نوجه التحية للسيد الرئيس انه هو حاسس بمشاكلنا حاسس بالشعب حاسس بينا لكن احنا ولادك احنا طمعانين اكتر احنا طمعين طمعين ايوة طمعين لان احنا عندنا اولاد عندنا احفاد عندنا اهل عندنا اصر عندنا ناس في الشوارع غلابة فطمعين اكتر في حكومتنا وفي رئيسنا ان رفقا بينا اكتر من كده ومن هنا احنا يعني ولادك واحنا اولادكم ولازم نحاول نستغل هذا العشم ده عشم بنا يعني ده مش اختيار بس واختيار بسلطة واختيار بكرسي واختيار باصوات في سنديق بس لا ده هو عشم كمان لان المصريين كلهم مصريين كلهم حلقة واحدة كده محدش قدر يفرقنا لمسلمين ولا مسيحيين ولا اي ديانات تانية ولا اي كلام تاني لان احنا كلنا مصريين وكلنا نفس العقلية ونفس التفكير وكلنا نفس اللسان وكلنا من هنا بنقدر نقول يا رب اكفينا شر هذا اللسان اللي كما قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم فاريت رسالة لكل واحد من الشعب المصري يتم التحري أكتر بدقة أكتر في كل خبر قبل ما يقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا أو غير ذلك أو حتى في الإعلام يا ريت كل إعلامي نزيه وشريف إنه كل ما هيقول كلمة لازم يبتدي ينقحها الأول ويمررها على قلبه قبل عقله وكل مسؤول وكل عضو مجلس نواب يا ريت يبتدي ينزل أكتر مع الشعب يا ريت نشوفهم زي ما كنا بنشوفهم أيام الانتخابات نشوفهم أكتر من كده ودي رسالة مسجلة وموجهة لكل واحد مسؤول عن حد من الشعب اتق الله في شعبك اتق الله في أهلك فأنت مسؤول فأنت مسؤول وأنت راعي وكلكم مسؤول وكل راعي مسؤول عن رعيته ومن هنا بوجه رسالة تحية تاني لسيد الرئيس إنه استجاب لبرامجنا واستجاب لكلامنا واستجاب لشعب مصر العظيم وإن شاء الله أنتظركم في حلقة جديدة من برنامج الناس والبرلمان اللي إن شاء الله بإذن الله هيفضل معاكم وهيتابعكم وأقول لكم تصبحوا على خير جميعا اشتركوا في القناة